السلام عليكم لي شف جسبر تكونوا كامل في صحة جيدة معكم شف ويلد أرجعت لكم اليوم بوصفة سهلة بسيطة هي عبارة عن ثلاث وصفات في وصفة واحدة حبيت نديلكم اليوم داناو بيدوق الفراولة والبرتوقال والبانان عندي الوصفة التانية لي هي داناو بيدوق الفراولة والبانان تانيك الوصفة التالتة لي شوية مختلفة لي هي عبارة عن داناو بيدوق الجازر والبانان ولا تقدروا الجازر و تينا يجيكم بزيف ملح أول حاجة نبدأ بها نقوله باسم الله الوصفة اللي لا تقول عندي نسكا سكر نسكا بانان جسد حبتها تانية و تلت حبتها فراولة تحبوا تديروا فراولة زيادة زيادة المهم الكمية تقعد لكم لكم من الشغل الكمية المعقولة هذي جسد حبتها تانية يكونوا متوسطين عندي تلت حبتها فريزة و نصحبتها بانان نقطع هذه كتينتين قشرت لها القشرة الفوقانية و نحتلها لديك القشرة البيضة تانية من الفوق باش مجينيش مرة نقطع هذه كتينتين كما رأيكم ترون نحكم الكتينتين نقضع هذه كتينتين كاملة نقطع هذه الأفراز و هذه البانان كيف كيف نقطعهم بنفس طريقة باش يطيبوا لي تمتم و هذه البانان لنطولوا ليش في طياب نعطي لكم كناصحة فقط الذي يفريزة مع البانان و يفريزة مع تينتين و يميكسي ديركتون و يزيد الحلب يسميه ميلك تيك ميلك تيك و ليش كلش بارد في بارد و يتشرب شغل هذه الفروية و يتشربوا و يجب بحراز ألا يكحلوا و لا ينطلون لك الدوق من ما والا самان تتخرج لكم داناو جيدة و ليست نحة عام كمان يحافظ لكم على اللون تقضعها و يستطيعم نقطعها و يضيعهم مجمع اعطي بشيئة لهم كيفية الحب لن تطيبهم كيفية الحب لا تقضي لهم كيفية الحب لن تحمرهم لم أردت ماذا نقول لكم هذه الكلمة هنا نرى غير ما بدأوا يغليوا نحسب لهم 3 دقائق ونطفي النار يجب أن يطلع ويطلعون ويطلعون لي المتحهم هنا يطيبتهم نحسب لهم 3 دقائق ونحيطهم لهم يبردون ملح بعدما يبردون نرى ونحن نكملوا طريقة الثاني عبارة عن فارولة والبانان من الحكم أننا نحبت البانان لنحبتها فريزة نقطعهم كما قطعت في الأول ثاني نقصرهم هنا هنا لا نسك السكر هنا هنا نقصر ونحن ندقوا هنا ترى ما نزيد لهم لكن كل واحد يجب أن يفعل أنا دانا وتيي أخرج لك كمتلا للمحلة ونحن نقول لكم وصفة عيسى في مليحة ونشكر لكم في الوصفة الدوق مئة بالمئة كما هو يجب أن تقرأوا دائر في العلبة وتعرفوا بذلك وهم يطيبوهم ونحن يطيبوهم لا تخافوا منه ويكون ناتوري والأطفال يشربوه ومواسح حاجة تطيروه حاجة صحية ندلل هذا السكر فوقه ونطيبوه في النار كيف كيف هنا نخلو هذا السكر يطلقنا السكر نزيدو هذا الكليفر ويتلقونا المتاحهم هنا نحسبو لهم كيف كيف ثلاث دقائق ونطفيو نخلوهم يبردو ونشوفو الوصفة التالتة بالنسبة للوصفة التالتة عندي زرودية يكونوا مغليين ومقطعين هنا زروديتها هي مغلية قطرتها واني قدرتها فكسون هنا نحكم زرودية تالتين يكونوا مقطعين وقريب نصف كاس تسكر ومشي نصف كاس ثلاث درج الحالة وكيف كيف تحكموا فيها نضحهم فوق النار يغليوا لي هذه هي الطريقة صحيحة لكي تخدموا أي جو أي عاصر تحبوا تخدموا في الدار ميه هدايا دانا ويديروه بالحلب نعرفوا باليدانا ويديرو بالحلب تحبوا تديروه بالماء سيجيكم عاصر يومي يجيكم خفيف يجيكم هايل وتانيك فيه بالنوح جانات ويلا تخافوش منها دوكو وش درت انا مع باشو لو تحبوا نوع من الفيديوات هدا العصائر تحبوا نولي ندلكم العصائر عندي بزاف الهرسات العصائر انا نشوف هنا يولا في كومنتر نولي ندلكم العصائر حكمت هذا الخليط الولاني كامل اللي درناه درته في طاس تاعي نوضع فيه زوش كيسان تحليب الكاس اللي وضعته نميكسي شوية باش ندير الكاس تاني شوان خليه يجيني تقيل وانا نتحكم في الحلب دوك الحلب مديروش بزاف ومديروش شوية دوكو ما تحكمو فيه والحلب لازم يكون بارد قدم يكون الحلب تاكو بارد قدم هادك داناوتاكو يجيكم منعش وتانيكو يرجعلكم الروح ان شغل كيت تشربوه تحسو بلي سح شربته داناوتاكو دوك هندلت الكاس الدوزيان لقيت بلي قاومتاك وراه ومليح منزيد لوالو انا هنا نحكم صفايا نصفيه باسكو تشينا تعارفوا بلي فيها دوك الحبيبات وهادوك الحاجات دوك لازم نحيوها كامل صفيوها تكون حصلت على داناوتاكو الولاني هنا نقدم لكم شوية داناولولاني هنا نقدم لكم شوية داناولولاني هادا اللي خدمناه في الاول شوفوا القاومتاكو جاء بزاف شباب الله يبارك وتانيكو الدوقت تاعو إلي قديروه باش هكذا يتقولولي في الكومنتر كيف اشجاكم داناو هاداية وحاجة بسيطة تكون عندكم كامل مقادي في البيت ايضا حاجة تخفاف بارك تقدروا تخدموا داناوتاكو التاني اخديت هدكو الفاراولة مع البانا اللي كانوا بردولي لازم ملح نوداماهم كاسو ونصال الحليب ونشوف دونك الحليب تمت حكموا فيه كيف كيف الميكسي وبرك هنا ما عش حنصفي رح ندير دير اكتومه نعطي لكم هنا ملاحظة بين قوسين اللي حبي دير انا انا مولف ندير مهادي المرة شغل مش نسيت مه تماغر ديرو ديرو جج ماغارة كبار تاج ملاعق اكل تاج دانون هاداك دانون اللي نشري وهم ياوخت عادي دونك اللي حبي دير ياوخت دوق فاراولة يحبي دير ياوخت دوق موز دونك تالبانان او كاين تلقوا هاداك دانون تالفخاز ولا تالبانان تقدر ديرو دوكوية هنا يا اسوب هكذا يجيكم تانيك الدوق بزاف فورت قوشي هو عصوم بورسان انا انا سيت بش نشري ياوخت تالبانان دكتور ميكال اذا كانت لكم متوفر ديرو جمالاء اكل ارجعوا للخبار دونك هنا دونك 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 نحن نشوفوا الثالث بالنسبة للعصير الثالث عندي هذه الزرودية التي كنا ندرناها نعرف بذلك زرودية تمشنها مع البرتوغل دونك ديكم حاجة مليا ندافق هذه الكسة الحلب كما رأيكم تشاهدوا معي ونميكسي وكلش ونصفي وجه تاني يكون بارد نقدموه بارد يكون واجد دونك زرودية نعرفوا بلي فيها بزاف فوائد كي راح تديروها الحلب تخلطوها مع تشينا دونك هكذا لزان فانتاوا هاكم دراري مايفيقوش بلي درتوهم زرودية وحيقولولكم بزاف بنين هكذا راح تولفوهم في زرودية ونعرفوا بليك فيها بزاف فوائد دونك كل ما حاجة تكون صحية اكتر قدما نجتنبو الملوينت ونجتنبو بيك والوغن دونك هكذا يا خير تتخدموها انا هنا في هدك الجازر و هدك البرتوقال ماكاش ياوخت على الجازر و ماكاش ياوخت تتاع البرتوقال دونك درت ياوخت ناطير ياوخت ناطير نورمال خودوا جمع ما لايق أكلتها ياوخت ناطير هالي دايات تقدروا تمكسيوهم معهم ويعطيكم دوق بزاف مليح والسكر توجر تتحكموتوما فيه وتانيك اللون تعويح يقعد لكم نهار كامل هكذا يا شغل ما تخافوش منه وتقدروا تحتفظو به فيه علبة مغلقة مليح اغلقوها مليح في التلاجة مدة ثلاثية هنالي الجيد اللو اللي درت وحضرتو في الاول تاع زرودي تاع عفوان تاع البرتوقال والبانان والفارولة شوفوا عاوت رجعت لكم بشتشوفوا القاون و كفش جاني العاصر التاني اللي كنا حضرناه مع بعض اللي هو الفارولة والموز كنا طيبناهم مليح و درتنا لهم الحليب و ميكسينا كلش بلا ما نصفيوه هكذا تحتفظو بهديك الفارولة والفارولة والفارولة والموز وتعنيك الحليب بانسعد هنا يا واجد نزيدو الثالث اللي هو الجازر والبرتوقال يمدلكم الدوق بزاف مليح معليكم غير تجربوهم تقولوا لي بل يخرجو لكم ما شاء الله انا هنا يا راني وصلت الاخر للفيديو ما بقى لي يا راني قولكم اذا اعجبكم الفيديو بارتاجي و ديرجان اطهال الله في روحتيكم و مع السلامة شكرا